جهاز صغير ومهم جدا اسمه الام سي بي او القاطع او الاوتوماتيك باللغة العامية بتاعتنا. وده اللي بيحمي البيت بتاعنا من اي حوادث كهربية. والجهاز ده بيحمي من حاكتين اساسيين. اول حاجة وهي الشورت سيركيت او الافلة كهربية. وتاني حاجة وهي الاوفرلود او التحميل الزيت. فبالنسبة للشورت سيركيت اول لما بيحصل فعلى طول الاوتوماتيك بيقفل فقل من تلاتة ميلي سانية. ويعزل التوصيلات الداخلية. وتعالوا نشوف ازاي الجهاز ده بيقدر يكتشف او الافلة الكهربية. فانا موجود سمام كهرابي. جوها سلك ليه نقطة انسهار منخفضة. وده اللي كان بيستخدم في البيوت القديمة. وكان اسمه فيوز او مصهر. وبالنسبة للقاطع او الاوتوماتيك ده فهو بيفصل ويشتغل اوتوماتيك. بحيس يحافظ على جانب واحد من السلك المتحرك والاخر يكون سابت. اول لما بيحصل عطل كهرابي فالاوتوماتيك بينزل والدائرة بتفتح. ومجرد ما العطل او المشكلة بتتحل. فبترفع المفتاح عادي ادويا. وقبل ما نخش على التصميم الداخلي للام سي بي او القاطع الكهربية. هقولك ان بيتم تنشيط الام سي بي في اقل من تلاتة ملي سانية. وده طبعا اقل بكتير من فترة نص دورة الطيارة المتردد. فما فيش مشكلة من ازهار التدفق الحالي في اتجاه واحد اسناء التحديد. والسؤال دلوقتي. ازاي الجهاز ده بيقدر يعرف ان في عطل الكهرابي حصل. والاجابة هي ان جوها عناصر استشعار. هي اللي بتشغل او آلية الزنات. وخلونا نشوف دلوقتي ازاي نقدر نصمم آلية التشغيل. وتكون في نفس الوقت سريعة جدا. فزي ما احنا شايفين موجود الرفع الرئيسية متاصلة مع حلقة مستطيلة. والحلقة دي متوصلة مع الرفع المركزية. وبكده السستتين دول يعتبروا في ارض محايدة. وهنا لما بنبدأ نرفع المفتاح نلاحظ ان السستة السفلية بتتضغط. والسستة العلوية بتتمدد وتفتح. وبتتنقل القوة بتاعت السستتين دول للرفعة. من خلال الحلقة المستطيلة. وبيكون اتجاه القوة دي الاعلى. وزي ما احنا شايفين ان الحلقة المستطيلة بتكون في الاول ازاحيتها نجدي في او سلبي. بالنسبة للمركز بتاع الرفعة. وبالتالي هيكون العزم الناتج عن القوة المؤثرة على الحلقة المستطيلة في اتجاه عقارب الساعة. وهنا لو جيت سابت ايدك مرة واحدة فهللاقي ان عزم الدورون في اتجاه عقارب الساعة هيرجع الرفعة لمكانها الاصلي. ولكن لما هترفع المفتاح او الرفعة الفوق فهنراحز ان مسافة الازاحة تغيرت وباية ازاحة مجابة. وبالتالي في عندنا نقطة او نقطة حارجة بتتحول فيها الرفعة من ازاحة سالبة الى ازاحة مجابة. وده طبعا وضع التشغيل القاطع. بالصورة اللي احنا شايفينها دي. وعندك في البيت لو حبيت تجرب تنزل المفتاح جزء بسيط هتلاقي على طول ان السوسة خلت المفتاح ينزل بسرعة من غير ما نحتاج اي قوة خارجية. فمثلا المفتاح اللي معانا دلوقتي ده. هنرفعه هو. بص انا يعني مش هضغط اصلا عشان نزله. يعني بس مجرد ملحقتش يعني انا بس بحرار بخير رح نزل على طول. والسؤال بقى دلوقتي وهو ان ازاي الجهاز ده بيشتغل لما بيحصل مغناطيس كهرابي. فالمغناطيس الكهرابي اللي قدامنا ده بيطلع مجال مغناطيسي يترسب طردية مع الطيار اللي ماشي في الملف. يعني كل لما يمشي طيار اكبر كل لما المجال هيبقى اكبر. وطبعا زي ما احنا عارفين ان لما بيحصل شرط سيركت او قفلة بيكون الطيار اللي ماشي في الدايرة كبير جدا. بيوصل لالاف المرات في جزء اقل من الثانية. وطبعا الطيار ده لما هيمشي في الملف هيولد مجال كبير جدا. وهنا بقى هنلاقي ان الاستوانة الحديدية والدبوس اللي قدامنا دلوقتي بيكونوا محطوطين جوه المغناطيسي الكهرابي. ومتوصلين بالسوستة اللي فوق. فالمجال المغناطيسي الكبير ده هيسحب الاستوانة الحديدية لتحت. وبالتالي هيرفع الدبوس. وزي ما احنا شايفين ميكانيزم الدبوس هو بيتحرك بيروح يحرك المفتاح ويفتح الدايرة. وهي دي الطريقة اللي بيشتغل بيها او القواطع الكهربية او الاوتوماتيك اللي موجود في البيت. والخطورة هنا ما زلت موجودة. وخلينا اشرح لكم ازاي. بمجرد ما المفتاح بينزل علشان يفصل الدايرة. فالطيار بتاع الشورت سيركت بيكون كبير جدا. ولازم يتم تفريغه بطريقة احترافية. وده بيحصل عن طريق تفريغه في الهواء بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وعلشان نطف في الكوس الكهرابي بيتم استخدام ممرر الكوس الكهرابي. وده عبر عن الواح بينهم مسافات منتظمة على فترات زمنية صغيرة. بحيس اول لما بيحصل الافلة. والمفتاح بينزل. فالكوس الكهرابي بيؤدي لارتفاع كبير جدا في درجة الحرارة. ولازم نقتل الكوس الكهرابي ده عن طريق زيادة المقاومة. ولان المقاومة بتتنسب طرديا مع طول السلك. وعكسيا مع مساحة المقطع. يعني كل لما طول السلك يزيد او البرة النحاس تكون اطول كل لما المقاومة تزيد. وبالتالي بيخلوا المسافة بين نقطة الاتصال كبيرة. وعلشان الهواء بيكون سخن جدا. فالكوس الكهرابي ده هيترفع لفوق. وبعدها بيتقسم الكوس الكهرابي ده لقطع صغيرة. وبالتالي بتقلم ساحتها. فالمقاومة تزيد ويموت الكوس الكهرابي. وبالنسبة او التحميل الزايد. فده بيحصل لما حضرتك بتبدأ تزود الاحمال على الفيشة. يعني مسلا توصل كزا حملة على الفيشة او على المشترك اللي عندك. فتلاقي الوتوماتيك نزل. فبيكون الحل اللي هو استخدام معدنين مختلفين. بحيس لما يزيد الطيار مع الوقت بتزيد درجة الحرارة. والمعدن بيسخن ويبدأ يتحرك. وبالتالي السوستة تتحرك والرفعة تنزل وتفتح الدايرة. ومع الوقت المعدن ده بيرجع يبرد تاني. وبالتالي تقدر ترفع المفتاح وتشغل الدايرة. ولكن خد بالك المرة دي وما تحطش احمال زيادة. وبكده انكم وصلنا لهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو واعمل لايك. واشترك في القناة علشان نشوف كل جديد. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.